دخل فريق شباب بلوزداد مرحلة الجد في تحذيراته استعدادا لمباراة الذهاب من الدور الربع النهائي لكأس العرب للأندية والتي ستجمعه بفريق النادي الإسماعيلي المصري الشباب المتواجد في أحسن رواق خاصة بعد فوزه في لقائه الأخير أمام مولودية وهران في إطار البطولة الوطنية سيسعى لتحقيق نتيجة مرضية تسمح له بلعب مباراة العودة بأكثر راحة كل حال مقابلة إسماعيلي وشباب بلوزداد راح تكون مقابلة مايش سهلة وتحذيرات لدينا تحذيرات عادية لأنه ما عندناش متسع من الوقت ولكن في الميدان راح تكون شيء آخر ونحن نتمنى إن شاء الله أن نكونوا عندنا نحسن ضمن الجمهور والذي نطلبوه يجيب كثيرا بشيء يعطينا معنويات كبيرة ويشجعنا قدرنا تحذيرات كما قال المقابلات مالغريكس مات سبيسيال كما جدكم ضارب ونحن نجسدوها بنتجة إيجابية لا يخص مقابلة مقابلة سعيدة وإن حضرنا في طرف قصيرة كانت المون مقابلة ملديد وأرام كان بوكو بلوس تحدى البسيكولوجي مقابلة أرامة داخلينها بكل عزيمة باش نشور الأول هذا والمقابلة تهابادي عندنا ننسيون بروفيتي الماكسيمون باش نحقو نتيجة إيجابية إن شاء الله باش تكون لطاة سهلة في المترودور من جانبه النادي الإسماعيلي المتواجد في أحسن مستواه والآخر بعد استئناف الدورية المصري وضع آخر الرتوشات استعدادا لهذه المباراة حيث أجرى حصتين تدريبيتين بملعب 20 أوت بعد أن حل بالجزائر بوفد مكون من 30 عضوا من بينهم 20 لعبا وطبعا أنا عارف أن أنتم عايزين تسألون المقابلة صعبة عليكم عشان ما كانش فيه دوري وطبعا الكلام ده مضبوط لكن فيه تعويض آخر من ناحية النفسية وناحية الروح المعنوية للعبين عندنا في الإسماعيلي نحن عايزين نعمل حاجة سنادي ونحقق بطولة للعبين واللنادي إن شاء الله وطبعا أنا عارف أن الموقف صعب لكن المقابلة صعبة علي الفريقين الجزائر وشباب الوزاد والإسماعيلي سواء هنا أو في مصر إن شاء الله أنا أتمنى أن نحن أمير نتيجة جباية تساعدنا في مورات العودة إن شاء الله بإذن الله وإحنا نستعدين المبراتين في الدوري عندنا الحمد لله قدرنا أن نحن نفوس فيهم هو طبعا فريق شباب الوزاد أكثر جاهزية من لنا أما في اللعب والسبوع العشرين نحن لعبنا أسبوعين بس لكن إن شاء الله إحنا جاهزين إحنا من بعد مطشي الاتحاد في بطولة الدوري نسينا كل حاجة وركزنا في البطولة العربية وركزنا في مطشي الشباب وإن شاء الله بإذن الله إحنا مساعدين السادات القوية إن شاء الله إحنا عارفين قوة الشباب يعني وعارفين إيه مفتاح القوة بتاعتها تشدر الإشارة أن اللقاء سيديره الحكم المغربي بوشعيب لحرش الذي شارك مؤخرا في تحكيم مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم بجنوب إفريقيا تشدر الإشارة